أكتر حاجتين بيحددوا نصار الأشعة جوه العين هو القرانية هو الجزء الخريم من العين عشان الناس كتير مش فهم يعنيه قرانية 90% من العين اللي بيعملوا ليزك وممسوطين ما بيبسوش نظارة الفمتو لها بدور كبير جدا في رفع نسب الأمام في عملية تصحيح الإبصار والحصول على نتاج رائعة أبيض وسطين ما ييجي العين ولك أنا جاي أعمل ليزك معلش أنت جاي تقلع عن نبضارة فاسيبي لنختار لك لنسبك إيه الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبع تاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية سبع تاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأمر اشتركوا في القناة اهلا بكم بلا شك نظر نعمة كبيرة جدا وطبعا من ضمن يعني سبحان الله يعني من ضمن الحاجات اللي لازم تقف تقول قدامها سبحان الله هي طبقة الدموع اللي على العين هي حالة التروية اللي موجودة للعين العين ترتوي دائما ولذلك انه قدام التروية اللي في العين دي في مشكلة ضخمة جدا اللي بيعاني منها بيعاني معاناة شديدة جدا وهيها جفاف العين جفاف العين مشكلة بتدايق كتير قوي بتدايق كتير قوي وتستغرب ان العرض بتاع جفاف العين ان الانسان بيدمع كتير استغرب جدا لما وعد تلاقيه بيدموع نازلة 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 قدامك ويقولك انا عندي جفاف العين فانت تبصوله باستغرب لانك مش فاهم تقوله جفاف مين يا باشا ده دموعك نازلة مالة الحتة اللي احنا عادين فيها فده برضو محتاجين نفهمه ازاي واحد يشتكي من جفاف رغم من جفاف العين رغم انه هو دموعه منهمرة بشكل يعني لإرادية طبعا في دراسات مهمة جدا بتقول انه جفاف العين مرتبط بالصداع النصفي او من الصداع النصفي واحد من اسباب جفاف العين برضو ده من الحاجة المهمة برضو مهمة جدا انه الناس لازم تاخد بالها من غسول او غسيل الجفون ثقافة استخدام الاطارات المرتبة للعين ما فيه اطارات مرتبة وحدش يقول لي احط اطرة في عين يترتبها لا مش كل اطرة طبعا تنفع فيه اطارات المرتبة دي هي الاطارات الوحيدة اللي ممكن تستخدمها من غير رشدة ممكن تروح تجيب اطارات مرتبة تحطها بس برضو هسأل ضيف العزيز نارد هل ممكن نروح اجيب اطرة مرتبة للعين من غير شدة يعني ده والد ولا ده تصرف غير صحيح وطبعا ما هيك عن ثقافة استخدام الاطرة نفسها ده ده شيء مهم لازم نتعلمه نهاردة حلقة مهمة جدا لانها في واحدة من اشهر الحالات المرضية الموجودة في مصر مع ضيفي واحد من اشهر طبعا اكيد الاسماء الجراحية المتعلقة بعالم جراحات العيون وعالم العيون وعموما ضيف العزيز الاستاذ الدكتور رحمد عسان اهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا وحشني والله الله يخليك عايز ابدأ بس الاول معاك العطارات اللي هي اللي هي دي دي ممكن راح اجيبك بالرشدة اه اه ممكن انا اخذتها منك والله فاكرها كويس بتقولت ممكن اه مش في مصر بس دي على مستوى العالم ممكن يخش دي الحاجات القليلة قوي دي ممكن اه يخش الصادولية وتبعي زي اي قطر التبطيل لها اي فريش ورفريش بزبط الحاجات دي حتى بيسموها موجودة على الرف انت تسحب زي سوبر ماركت بتسحب القطرة وتحط منها هي المشكلة بس ان القطرة كل القطرة اللي هي تركيب مختلف شوية زي انا القطرة اللي جنبيها فممكن ما تفيدكش يعني اه جفاف العين دلوقتي بقى الموضوع تطور مجرد ان الدموع النفسية قليلة او بتتبخر بسرعة لا ده تركيب الدموع نفسه بقى مختلف فعايزين نعرف نعوضه وبقى انهي مركب اه في اطرات بقى فيها مركبات بنسب مختلفة شوية صغيرين عن الاطرات اللي جنبيها فانت لو حطيت اطرة ترطيب عادية خدت اطرة كده شكلها عجبك العلبة شكلها عجبك ممكن تفيدك وممكن ما تفيدكش لك مش هتأذي انا بطمن الناس ممكن تاخد اي قطرة ترطيب من الصيدالي يديك اي حاجة عنده ما تعترضش اخد اي قطرة ترطيب لما تحس بحلقانة وشكشكها دي اي حاجة تقدر تستخدمها مؤقتة لو قاية لما تروح لدكتور العيون تشوف المشكلة بالزبط زي كانت مرتبطة بجفاف العين ولا قد يكون مقدمة الاتهابات فيروسية او بكترية في العين دي قطرة الترطيب خليبالكم بس عشان القطرة اسمها قطرة الترطيب بتاعت العين بالزبط اللي هي فريش ريفريش اي فريش الحاجات دي كلها اللي هي بديل للدموع البديل للدموع بزرح ما معلها جفاف العين جفاف العين اشهر مرض عيون دلوقتي على مستوى العالم وللأسف اكتر مرض مش واخد حقه اه واكتر حاجة تقريبا كلنا بنسبة تيمكن مية في المية كلنا بنوعاني من جفاف العين باعراض مختلفة مفيش حد من السادة المشاهدين هيسمع الاعراضي يقولك انا محاسدش بيها مفيش حد فينا ما حاسش في يوم الايام اللي هي بتبقى حمراء بتروح وتيجي كل شوية ما حاسش بحرقان قدام شاشة الكمبيوتر من حين لاخر او ماسك الموبايل بيحس بزغلالة من حين لاخر والتهابات في الجفون بتروح وتيجي كل شوية في بعض الناس اللي بيشتغلوا بالليل بيسوق عربيات فترات طويلة زي السوائين وهم محترفين ممكن يجي على اخر الوردية بتاعت ويلاقي الدنيا بشبارة قدامه ومش علشان نظره ضعيف قدم علشان طبقة الدموع نفسها حصل الجفاف في العين وبالتالي مبقى الشاف كويس فاعراض جفاف في العين بتتروح ما بين حمرار حرقان شكشكة تدميع بالعين من حين لاخر مع شبورة وزغلالة في الرؤية كلنا بنعاني بالاعراض دي بدرجات متفاوتة وبنسب متفاوت مفيش حد فينا بيسمع كلام دي ويقولك ما حاسدش بحاجة من حاجة دي لا بيحس وساعات ممكن كمان يكون فيه اكلان في العين فدرجات جفاف العين موجودة عندنا كلنا بس بدرجات متفاوت الاسف كل ما بنسمع كلمة جفاف العين ويخد قطر الترتيب وخلاص المريض في بعض الاقوات بيبقى محبط جدا نقولك ما انا استخدمت قطرات ترتيب ومش مستريح ما انا خطت قطرات ترتيب كتير ومش مستريح نقوله معلش هتعيش بيا حياتك كلها اوكي ماشي بس انا مش عارف هستخدم القطرة وامتى اوقفها يعني انا حط القطرة كل ساعة نقوله اه احطها كل ساعة тебе قولك طبع ايش ازاي يعني ان مش معقولها ماشي بالقطرة كل ساعة احطها في عيني علشان اعرف بقى اركز في شغلي او في عملي بيبقى حاجة مزعجة وبتشدد التفكير والانتباه ومحبطة جدا جدا هي مفيش تأثير سلبي على مدى البعيد للعين يعني مش هتأثر على حاجة في النظر أو في الشبكية يعني حالات نادرة أو ممكن تعمل قرح في القرانية وتؤدي إلى مشاكل لكن دي حالات نادرة أوي لكن هي مزعجة زي الحاسسية تاعة العين عندك أكلان في العين طول النهار حاسب أكلان وعايز تهرش إيديك في عينيك مزعج جدا فإحساس الحرقان والشكشكر هو عراض الجفاف مزعج والتطور دوقتي اللي حصل إن بقى أنا نعرف إن الجفاف ده ليه أنواع كتير وبقى أنا نعرف نشخصه أحسن ونعرف المشكلة فين ونعرف نعليجها إزاي أفهم الكلام ده إن الجفاف مرض في حد ذاته ولا ممكن برضه أفكر إن يكون عرض وراه قصة تانية أو مرض تانية هو دايرة مفرغة هو مرض في حد ذاته وعرض يعني هو ممكن يكون فيه التهابات في العين في أنسجة العين وبحصة بتكون ساعات التهابات مناعية بتعمل جفاف والجفاف في حد ذاته بيعمل التهابات في العين والالتهابات في العين بتعمل جفاف فهي دايرة مفرغة فالجفاف حد ذاته ممكن اعتبره كمرض ممكن اعتبره كعرض والاتنين بيوصلوا البعض المرض بيقدي إلى العرض والعرض يرجع تاني يسمى على المرض فدايما وأشهر العرض طبعا الأعرض هو الحمرار في العين مش مجرد أن العين تبقى حمرة بس ومحرجة لأي شخص بيبقى كمان معاها حرقان وشكة بالعين ودي بتخليك مش مبسوط خلي بالكم الناس كتير أول ما ببصت لقي واحد عينه حمرة بيعتقدوا أنه شارب مخدرات بقى محرجة محرجة بالناس كتير جدا وبالذات لما يكون عندك مناسبة اجتماعية فرح أو مناسبة زي كده هو تقولك طب أنا عناها حمرة مش عارفة عمل ايه يعني ولو بنت بالذات ولو بنت بالذات وطبعا بيزود في الموضوع ده أن اللايف ستايل بتاعنا أو الاسلوب المعيشي بتاعنا اختلف تماما عن السينية اللي فاتت احنا كلنا بنخلص شغل معظمنا الوقت بقى ينشتغل على شاشات الكمبيوتر شاشات الكمبيوتر من أشهر العوامل اللي بتعمل جفاف في العين مش معنى كده ما نعودش قدام شاشة الكمبيوتر لأ ما فيش حد ههمنا عنه يقولك ما عودش خلاص بقى لأ هترجع للكتاب والورقة والقلم لأ طبعا لكن احنا دايما المخر ما بينتبه لشاشة الكمبيوتر بيحاول يفسر البيكسل اللي هي النقطة الصغيرة دي اللي هي بتشكل الحرف أو الشكل بياخد منه مجهول فيه نوع من أنواع البروسيسنج فيه من نوع أنواع التفاعل ما بين العين وما بين المخ بيخليك قاعد مبرق على شاشة فترة طويلة وده بيخلي طبقة الدموع تتبخر بسرعة تخلص شوالك على الكمبيوتر تأخر النهار لعليك حمرة زي الكبدة زي ما بيقوله كده ده بسبب الجفاف لعينة في حاجة تاني عايزة أنبه عليها أن احنا بنخلص الكمبيوتر من هنا هوت بنرجع نمسك الايباد أو الموبايل نوع نلعب شوية على الفيسبوك والواتس أب والمسيجر نخلص كده هوت نخش على اليوتيوب من الموبايل هو أسوأ كمان من الكمبيوتر أخلص قبل ما نام أتفرج على التلفزيون شوية صغيرين أنام الساعة 3-4 على الفجر قاعد طول الوقت ده مفتح حناية طبقة الدموع تتبخر قاعد كمان في تكيف والهواء اللي جاي من تكيف ده هوا جاف بيساعد على تبخر الدموع ما بشربش مية كفاية فيه أدوية بتساعد على حدوث جفاف في العين أدوية الحساسية بالمناسبة بتاعتها بتساعد على حدوث جفاف في العين عدسات لسقة سواء عدسات لسقة طبية أو عدسات لسقة للألوان بتساعد على حدوث جفاف في العين كل الحاجات اللي بناملها في حياتنا الطبيعية الحياتنا اليومية العادية بتؤدي إلى طريق واحد هو جفاف في العين الأنواع والأضر كوز لو فيه أضر كوز طبقة الدموع دلوقتي عبارة عن تلت طبقات طبقة من الميوسين أو المخاط وطبقة المية اللي هي بتغزي القرانية بتاعت الأين وطبقة تانية عشان تحافظ على الدموع أو المية دي ما تتبخرش بسرعة بنسميها طبقة زيتية زي ما وجود في الرسم اللي نقم دامنا فعندنا تلت طبقات التلت طبقات ده لازم يكونوا موجودين طبقة منهم مش موجودة هيؤدي إلى حتوز جفاف الأين لو طبقة المخاط مش موجودة الدموع دي مش هتبقى مفرودة على سطح القرانية لو طبقة المية مش موجودة اللي هي طبقة الأساسية بتاعت الدموع ده مش هتبقى ما فيش دموع ما فيش غيزة للقرانية هتؤدي إلى تلايف أو تلف في الخلايا السطحية تاعت القرانية ممكن تؤدي إلى قرح لو أنت عايز تحافظ على سائل وعايز تخليه ما يتبخرش بسرعة حط عليه زيت فهنا ربنا سبحانه وتعالى حطلك طبقة زيتية على الدموع عشان تحافظ على الدموع ما تتبخرش بسرعة لو الطبقة الزيتية دي مش موجودة بالتالي الدموع هتتبخر بسرعة وهيجي لك برضو أعراض جفاف العين العلاقة الوسيقة ما بين العدسات وجفاف العين العدسات زي ما مكون انت جاي عندك طبق عندك انت الأكل بتاعك هو على قدك انت بالزبط فانت جيب تضيف معك بيأكل من نفس الطبق بتاعك انت ما زودتش المقدار للطعام أو الأكل انت بتاكله عندك إزازة مية هتشربها النهاردة ده راح تجايب واحد تاني يزميلك هيشرب معك من إزازة المية دي فبالتالي انت هتشرب نص الكمية بتاعتك مش النهاردة بس ده طول ما انت بتستخدم العدسات اللصقة بتشارك العين في الغيزة بتاعها بتشارك العين في المية بتاعتها كل العدسات اللصقة اللينة فيها نسبة محددة من المية ودي دايما تحافظ عشان تحافظ على عيونة العدسة هتاخذ مية منين هتاخذ مية من الدموع بتاعت العين نفسية عشان تخلي العدسة دايما لينة جوه العين ما تدايقش. فبالتالي هتؤدي الى جفاف الاين. انا مش معنى كده بقول ما تلبسوش عدسات لصقة. لا ممكن نلبس عدسات لصقة بس نعالج جفاف الاين او نستخدم هنا قطارات مرتبة مع العدسات اللصقة. الاتنين عينين جايين. الاتنين بيشتكوا من الان حمرة. واحد عنده حساسية والتاني عنده جفاف. وهم شبه بعض. هنفرق بينهم ازاي? الفرق بينهم كان الاول بنقول والله الاعراض انت بتشتكي من ايه? بيشتكي من اكلان اكتر ولا الحرقان اكتر يقولك اكلان اكتر بيقول ده عندك حساسية. لو حرقان اكتر بيقولك لا ده انت عندك اه جفاف في العين. الموضوع فيه تشابك. فالتطور اللي حصل دلوقتي بقى عندنا اجهزة بتقيس طبقة الدموع في العين ومش طبقة الدموع بس بتقول كمان انت عندك جفاف. وبتقولك الجفاف ده سببه ايه? ان الطبقة الفلانية دي هي اللي فيها المشكلة. سواء طبقة المخاط او طبقة المية او طبقة الزيتية اللي موجودة على سطح الدموع. الدموع من اهم السوائل اللي موجودة في جسمنا. اولا دي مسؤولة عن حدة الابصار ان الشعاع لما بيجي قابل العين مش هيقابل القرانية هيقابل طبقة الدموع العلاء القرانية. لو طبقة الدموع دي مش سليمة انت هتشوف الدنيا مزغللة. وعشان كده من ضمن اعراض جفاف العين شبورة. اه. اه. الحاجة التانية ده الغزة الاساسي بتاع القرانية اللي هو اول خط مناعي اه بيقابل اه الميكروبات. اه. كمان الدموع فيها مش مجرد غزة ليه القرانية بروتينات او املاح او مية. لا ده كمان فيها خلايا او فيها مضادات حيوية. مضادات حيوية عشان انت برضو تدافع عن سطح العين من المؤثرات الخارجية او من الميكروبات. فبالتالي الشكوى نفسيها ما بقيتش مجرد حرقان ولا شكشاكة. ما بقناش نعرف نفسر قوي من مجرد الشكوى بتاعت المريض. لازم يتبعها فحوصات علشان نقدر نحدد هل فعلا فيه جفاف العين ولا لأ. وايه هو نوع جفاف العين. مش مجرد انا بقول انت عندك جفاف ونقطة على السطر. لا اعرف نوع جفاف العين. عشان كل نوع هيبقى ليه طريقة معينة فيه العلاج بتاعها. بعض الناس تستخف بجفاف العين وما تعرفوش او تعتقد انه حالة بلا مضعفات. هل هو حالة بلا مضعفات? نقدر نقول الكلام ده اه ممكن مالوش مضعفات بمعنى مضعفات يعني اه حالات ندرة قوي ممكن يحصل يحصل قرحة في القرنية لكن مش مش عايزين نرعب السادة المشاهدين لا مش ندرة جدا لكن هي حاجة مستفزة حاجة مزعجة انت طول النهار قانيك حمراء وبتحرقك. اه والموضوع ده مش مش مسلا بيجي موسمي زي الحساسية بتيجي فترة تغيير الفصول مع الربيع وخلاص لا. ده بيجي في الصيف وبيجي كمان في الشتاء علشان احنا كلنا حياتنا الاسلوب المعيش بتاعنا مختلف عن زمان. فبنصهر كتير بنقدم شاشات الكمبيوتر كتير وموبايل كتير فعراض الجفاف بقت مستمرة سواء في الجو الحر او في الجو البرد. يعني كان دايما نقول الجفاف يواء في الصيف اكتر والشتاء مسحنا طول النهار في تكييف سواء صيف او شتاء. طول النهار عادي قدام الكمبيوتر صيف او شتاء. طول النهار بنلعب على الموبايل صيف او شتاء فبالتالي اعراض الجفاف بقت موجودة على مدار السنة كلها. هو السن فصول دخل الطبعة. يعني احنا دلوقتي ما احناش عارفين احنا في صيفة. انا مش عارف صعب تبقى عايز تشتي. الصبح عادي الدنيا حارب تنزل بها. خلاص. ودرب بالنادي اللي كان لابس نص كمه فماتش. بالزبط كده هو. يعني يعني طيب لو احنا عررنا شوية من التشخيص. تشخيص هل تشخيص دي حالي الجفاف مش حسية ولا اللي حتشخيص للدرجة ولا تشخيص للنوع. لا تشخيص للنوع وتشخيص للدرجة. يعني دلوقتي عندنا ممكن حتى نبين في على الشاشة كمان شوية. نبين ازاي ان احنا عندنا اجهزة جديدة كتيرة جدا دلوقتي بتشخص. ده تقرير مسلا حتى بيطلع بيقول لك انت في اني مرحلة بيديك حتى زي اشارات المرور اخضر واصفر واحمر. لو المؤشر بتاعك في الاخضر فانت في السليم. لو انت ناحية الاصفر فانت خلي بالك انت عندك مشكلة ومحتاج علاجة. لو الاحمر يبقى المشكلة بقت اكسر عنفا ومحتاج تدخل سريع علشان كده ممكن يأثر على سلامة القرانية بتاعتك. ده تقرير ده ما يسيل التقارير ممكن تظهر دلوقتي. الكلام ده ما كانش موجود من كم سنة. كنا بيقول انت عندك جفاف وخلاص تشخيص كلينيكي بحت. لكن ده وقت بقى ايه ده عندنا اجهزة بتطلع علينا ارقام. اه الاجهزة دي بالمناسبة انا بحب اطمن السادة المشاهدين ان هي مفيش حاجة هتخش في العين. مفيش حاجة هتا هتلمس العين دي كلها عبارة عن كاميرات بتصور. بتصور سطح العين. وبتقول لنا طبقة الدموع دي اخبارها ايه? وبتقيس بالزبط طبقة الدموع وتقول لنا درجة الكفاف ايه? وجاي بسبب ايه? اه. ايه معدل بربشة? اه معدل بربشة انت المفروض انت تتغمض وتفتح حينيك زي ما موجود هنا في الشاشة هنا هوت على الفيلم كزا مرة في الديئة. ممكن نقول تمنتاشر مرة ده المعدل متوسط. لكن احنا بعض الناس بينسوا يعملوا الحركة دي. هو ده مهم جدا عشان بيساعد على طبقة الدموع ان هي تتوزع بشكل تلقائي او بشكل متساوي على سطح القرانية. وبالتالي اعراض الجفاف تبقى قليلة. لكن لو انت تبقى تنسى الموضوع ده او اه تمتبه على شاشة الكمبيوتر وما تاخدش بالك ان انت تعمل تغمض ويفتح حينيك كل شوية. فبيحصل جفاف في العين ان ده بيخلي الدموع تتبخر بسرعة. فمعدل البربشة اللي هو بلينكينج ده مهم جدا عشان كده دايما بننصح السيدة المشاهدين او اي حد عنده الجفاف اللي يقوله ما تنساش تبقى تغمض وتفتح عينك. الحاجة التانية الجهاز دلوقتي بيقيس كمان انت مش مجرد معدل البربشة بس بيقيس كمان انت بتغمض عينك فعلا مية في المية ولا لا. ان ان في ناس بيغمضوا عينيهم مسلا نص تغميضة. ويبقى لسه في جزء من العين مكشوف. فبالتالي البربشة او التغميضة بتاعت العين ما قدتش الوظيفة بتاعتها ان هي تفرط طبقة الدموع بشكل متساوي على سطح القرانية. فهنا كمان بينا مش مجرد انت بتتغمض كم مرة في الدقيقة. لا انت كمان هللت المرة الوحدة دي مزبوطة فعلا مية في المية ولا انت بتكاروت وما بتغمضش عينيك كويس. ده بقى بدقيس ودلوقتي بنعرف بالزبط كمان. انا بقى اي انا بابربش كتير. انا اساس. ده كويس. ده حل. كويس. اه. اه. ده مش حل. لا ده كويس بالعكس تغمض وتفتح عينيك ده كتير وبنقول دايما الناس بتنسوش تغمضوا وتفتح عينيك وبالزبط اللي بيعودوا على الكمبيوتر فترات طويلة. في قولها زي ما انت نسميها يا غماطي يا وردة فتح يا وردة. دي الناس. اه. اه. ازاي نقيس الطبقة ازيتها بتاعت الدموع. صعب جدا كان قياسها قبل كده هوت لكن دلوقتي عندنا طبقة الزيت دي بقى تتشاف بآآ ليزر انترفيروميتر ده حاجة معقدة شوية بيشوف لك الطبقة نفسيها على سطح الدموع بتبقى لها الوان زي ما انت جبت نقطة زيت بيبقى لها الوان لي زي الوان الطيف موجودة على المية. دلوقتي الجهاز بيعرفي اسها يقول لك الطبقة دي سمكها قد ايه وهل هو في الرينج الطبيعي في المستوى الطبيعي ولا لا. هنا بالزبط ده في هذه اللحظة بالزبط احنا بنقيس مقدار سمك الطبقة الزيتية على سطح الدموعية. بالعين المجردة صعبة. كلام ده قوي نعمله لكن الاجهزة دلوقتي بعدها عندنا اجهزة دقيقة جدا بتشوف الطبقة دي وبتاسهلك بالمايكرون اللي هو بالجزء من الالف من الملي وتقول لك اذا كان فعلا انت عندك مشكلة في الطبقة الزيتية ولا لا. الطبقة زيتية دي بتفرز من خلايا دهنية موودة في الجفة. والخلايا الدهنية دي صحة الخلايا مهمة جدا. لو الخلايا الدهنية دي حصل لها حاجة هتقالل افراز الزيوت اللي موودة على السطح الاين وتعملها جفاف في الاين. في حدينا حاجة تانية اسمها القناة او الخلايا الدمعية. الخلايا الدمعية في لو ما بتفرجش الدموع المية بتاعت الدموع بتؤدي برضو إلى حدوث جفاف في العين فعندنا أنواع كتير وعندنا الموضوع بقى معقد ما بقى علم في حد ذاته ما بقاش زي الأول جفاف في العين ولا لا عشان كده حتى سموه دلوقتي حاليا أو أمراض سطح العين مش مجرد جفاف لا ده بيؤدي إلى مشاكل تانية محتاجة طبعا تدخل تدخل ما بقاش عبارة عن أطارات مرطبة بس بقنا نعمل جلسات لتنظيف الجفون من الدهون الزيادة عشان دي بتعمل اتبات متكررة في العين ممكن نعمل حاجات سيسدادات للقناة الدمائية نحافظ على الدموع فاتر أطول نحاول نعوض المركب لنقص في الدموع بتاعت العين بحيث أن احنا ندي فرصة أكتر أن عراض الجفاف دي تقل الهدف بتاعنا أن احنا مش هنلغي الجفاف 100% ما فيش حد يقدر يقول أنا عالكت الجفاف بنسبة 100% وخلاص خد الدول فلانية أو الأطرة فلانية وانت جدا خلصت لأ لازم نبقى فاهمين أن الجفاف دي عامل زي الضغط والسكر أنت هتمشي على علاج طول حياتك بس مش هايزينك بدأ ما تستخدم الأطرة كل ساعة يوميا ممكن تستخدمها مرتين تلتة في اليوم أربع مرات في اليوم تزيد أو تقل على حسب أنت سهرت ولا لأ تزيد أو تقل على حسب أنت تعرضت الحرارة زي حرارة البوتجاز في الصيف ولا لأ بس عايش حياة لطيفة لكن أنا أديك دا وقولك خيمشي عليه مدة شهر وانت كده اتعالقت من الجفاف الكلام دا مش فيحصل عشان برضو الناس ما تتوقعش أن احنا وصلنا مرحلة نعالج الجفاف نهائيا لا الجفاف حتى هذه اللحظة أنا بشبهها بسكر أو الضغط بس بتاخد العلاج طوما أنت بتاخد العلاج بتسيطر على الأعراض الجفاف أو المرض نفسه ما بتاخدش العلاج هتظهر لك الأعراض دي تاني الخلايا زيتية ايه؟ الهي ميبوميانجلاند الخلايا الموجودة أنا بكلم على السلسطة عارف با أنا عارف با الخلايا موجودة في الجفون في الأربع الجفون عندنا الخلايا موجودة بتبقى ماشية زي عواد الكابريت متوازية مع بعضيها ممكن أعتقد فيه صورة ممكن تظهر دلوقتي اهي هنا هو دي متصورة يا نهوة الخلايا زيتية المفروض الطبيعي تكون زي عواد الكابريت جنب بعضيها لما تكون متل اخبطة بالمنظر ده مفيش خلايا جنب بعضيها لون اللابيت ده مش الخطوط دي مش جنب بعضيها بالزبط بتعرف ان انت عندك مشكلة في الخلايا الزيتية وساعات كمان بتبقى فيه ضمور فيها وبالتالي الافراز الدهون او افراز الطبقة الزيتية بيبقى قليل جداً وبيأثر على كفاءة الدموع وبيأثر على جودة الدموع اللي موجودة على سطح الحلاياة دي السؤال بقى المهم هل فيه درجات لجفاف العين؟ اا دي الوقت بقنا نحدد درجات وقل لك جفاف العين لأ انت عندك جفاف العين من الدرجة الفلانية بسبب الحاجة الفلانية نقصة عندك فهو الاجهزة دلوقتي بتختلف بينها وبالبعض اللي Chef لكن كل اetics تفقد ان تديك مؤشر يقول لك أنت عندك جفاف العين من الدرجة الاولى الثانية ثالثة او بيديهلك بنسبة ولكن انت عندك جفاف العين بالنسبة 39% لا بالنسبة 45% لا بالنسبة 70% او بالنسبة 10% او مفيش جفاف العين وده نادر طبعاً اذا درجة جفاف العين فيه اجهزة بتقس دلوقتي حالين اه طبعاً بتقس وتقولك مشكلة فين بالزبط عشان يبقى سهل في العلاج بتاع كنا الاول بنعمل زي ده منظر الخلايا الهناهوت ده الخلايا الزيتية او الدهنية هنا مش مظبوطة قوي المفروض تكون متوازية مع بعضيها هنا متلخبطة شوية صغيرين عشان كده المؤشر لو خدنا بالنا المؤشر ساب اللخضر ودخل على الاصفر ده معناه ان فيه عندنا مشكلة هنا هوات الخلايا دي بنرش نعوضها لكن بنحاول نعوض الافراز بتاع هي الطبقة الزيتية دي بنحاول نعوضها باستخدام اطراف معينة عشان تقلل تبخر سرعة تبخر الدموع من الى دايماً الفرق بين عيون الشباب وعيون الناس كبار السن بتكمل فيه جعلها تحمر بترجع اكبر واحساس الجفاف بيكون اعلى في كبار السن لانما بيحبوا يعملوا يعني واحد كبر ويجيبوه هو صغير وهو كبير زي مثلاً جيرين مايل بتاع اه طوم هانكس هو صغير عين تمام كبر في السن عين بين انها عين عجوزة محمرة بتدمع علشان فعلاً درجة الجفاف بتزيد مع السن برضو مع لخبطة الهرمونات خاصة في السيدات بعد سن اليأس ممكن يحصل برضو جفاف في العين ببقى اكتر عرضة في السيدات اكتر منها في الرجالة الكلام نا مضبوط مية في المية مهم معدش اذا الجفاف قاسر على كبار السن عالشباب كمان ده بتشوفه كتير جداً في الشباب بسبب الاسلوب المعيشي المتلخبط احنا كنا زمان متعودين ان التلفزيون الساعة تسعة بيتقفل بالليل بيتنام على طول دلوقتي مافيش طفل صغير إلا ما ييش بيقفل الساعة تسعة بيش بيقفل الساعة تناشر بيقفل الساعة تناشر بيقفل حداشر او تناشر دلوقتي مفيش حد بيجي لك مفيش ابا وام بيجي لك ابنه اللي يقولك عينيه حمرة ومش عارف اعمل ايه هو عنده ايه نقول له انت بتقعد على الكمبيوتر او موبايل قد يقولك ما بيسبش الموبايل ده بيقعد كمان منخش عليه القضة بالليل ليه مسك الموبايل هو نايم في السيروها مالا قاعد عليه طبعا انت عايز ايه طبعا لازم يبقى عنده الجفاف وتبقى عينيه حمرة تاني يوم الصفح فطبعا بتشوفها في الاطفال مش في الشباب بس بتشوفها في الاطفال في جفاف اللي يوم ده كان حاجة كانت نادرة جدا من زمان انا عرفت بيجي لجفاف اللي يوم الصفح طبعا انا بحض اقرأ اكيد مش هتقدر تمنع الموبايل اكيد ده 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 حياتنا وده العصر بتاعنا ما هنمنعش الموبايل بس ممكن نتقنن نستخدامه شوي زياري اولا بننصح لو انت بتستهدب الموبايل ريح كل شوي يعني سيب الموبايل ام يعمل اي حاجة ورجعتين لو انت هتقعد على الكمبيوتر نفس الكلام ساعة وافصل ورجع تاني ما فيش مهم حق ما قدرش قولك ابعد عن الكمبيوتر لا حسن هيحصل وهيحصل لا خالص بس واستخدم الاطراءات المرتبة وحاول تتجنب طائرات التكييف ما تجيش مباشرة على عينك عشان تساعد بتساعد على حدوث الجفاف بتاعين وهتديك في حياتك يعني طبعا لو الموضوع بقى مزعج ومزمن اكتر من كده لازم يلجأ للمشورة الطبية من قارب دكتور عيوني يقول له مشكلة الجفاف فين بالزبط عشان يكتب له الاطراء المناسبة اللي يمشي عليها بس تكنولوجيا رائعة وحييكة على استخدامها تكنولوجيا متميزة الغاية في القياسات في معرفة الاسباب اه انا عايز اوضح بس نقطة صغيرة ان الجفاف اللي هين مش اهميته في كده بس الجفاف اللي هين بيفرق معنا كمان في عمليات المياه البيضة وعمليات الليزك المياه البيضة ده بتي مقاسات اللي احنا بناخدها مقاسات العدسة اللي انا هزرعها جوه العين لو المريض ده وعدت ونهيقل على النضارة بعد العملية المقاسات دي هتطلع متل اخبطة تماما لو انا ما خدتش بالي من الجفاف اللي هديني مقاسات الغلط الجهاز هيئيس غلط دي رقم واحد رقم اتنين الليزك لو انا مخدتش بالي من الجفاف ممكن الجفاف احنا عارفين الجفاف هيزيد اعراضه بعد الليزك في درجة معانية من جفاف العين لازم تتعالج الاول قبل ما نبتدي ناخد الخطوة اللي جاية ونعمل عملية الليزك اوقات كتير جدا بناجل العملية سواء المية البيضة او عملية الليزك بناجلها اسبوعين او ثلاثة عشان نعالج جفاف العين علشان ده في مصلحة المريب من ناحية المقاسات من ناحية جودة الصورة بعد العملية وهيبقى كمان مستريح اكتر بعد العملية نورتني وشرفتني واسعدتني كالعادة الله يخليك نصيحتي للشباب ما تستخدموش كمبيوترات ولابتوبات وعيبادات وموبايلات كتير تفتكر حدا يسمع عدش ولا انا ولا انا اهو الموبايل اهو مفتنين حد باعتلي على الواتساب في الجروبات جروبات خمسمائة جيوب انا فيهم نورتك الله يخليك ديما مع ناس الحلو انا باعتقد ان فيه خمس حاجات مهمين جدا اللازم تحطوهم في بناخك كويس قوي قبل ما تعمل قبل ما تعمل تصميم السنة قبل ما تعمل ما تروح لدكتور متخصص وتجميل للاسنان اولها ان انت اسمع كلامة دكتور ودي بتاقلي يعني لو انت انفست دي هتنفذ الاربع البقين بمنتاز شهولة لازم برضو في الاول في الاخر نسمع كلامة دكتور اللي بنصق فيه انا عصق في دكتور هروحوا هو يعمل اللي هو عايزه سمايل ديزاين مشهور تصميم الابتسام ده مصطلح علمي ولا مصطلح تجاري هو مصطلح علمي حقيقي اتحول في الوقت الحالي الى تجاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة